عم بتكون متوازن عم بتكون يمكن فيه شغلات رح يصير في الحياة العاطفية أكتر إيش يمبين عندي في الحياة العاطفية فيه شغلة ممكن تكون حلوة كنت تستناها خلال الشهر الماضي أو الفترة الماضية كنت تستنى إليك كمان هم كتير هم تستنى الحمل كانت عنده طاقة انتظار فضيعة كان يستنى شغلات كتير هلأ عم بشوف بوادر خير عم بشوف يعني فيه أشياء عم تسير من اللي أنت كنت حاببها عم بشوف عند الأزواج مشاكل يمكن تتعلق بطرف الثالث أو اللي هم الأهل أهل الزوج عم بتحاول أنك تسيطر على الزوج لكن أنا عم بشوف أنه الحبيب أو الزوج لأ عم يكون شوي مع الطرف الآخر ضدك أو عم بي مثلا عم بيجاك راك عم بيبعد شوي يقرب شوي فعم بشوفك بتربح على هدول الناس أو على هذا الطرف في الأسبوع الثاني مثلا ممكن عم بشوف طاقة اعتذار في شخص أو مجموعة من الأشخاص لا هو شخص واحد أكتر إشي على الأغلب ممكن يكون عم بيجي ورافع الراية مثلا أو عم بتكون الأمور معا مش زي ما بده هو فعم بيشوفك أنت على حق يعني وأكتر إشي مبين في هذا الكرت أنه أنت عم تربح مثلا شغلة أو عم تربح على شخص عم تنتصر في شغلة معينة كانت مسببية لك أرق في هذا الموضوع في هذا مبين في كمان عم بشوف محكمة أو أنت عم بتوقع على شي على وراء على عقد معين ممكن إلو علاقة بالعمل أو حتى بالحياة العاطفية مش عارفة أكتر إشي مبين عندي أنه أنت راح توقف توقع على وراك وأنت راضي ومقتنع في طاقة هوائية كمان أنسيت أحكيها في بداية الفيديو إذن في عنا طاقة هوائية يعني عم تكون كتير بالوراء بأكتر من ورقتين هاي الثلاث وراءات أربع وراءات في كتير كمان طاقة هوائية عم بتكون في الأوراق عم بشوفك كأنه عم تطلع من الأوهام أو أنه في شخص كان يوهمك في موضوع معين عم تكشفه عم بتحطه على مفترق طرق يعني أنت تطلب منه ياخد قرار معين بصرامة يعني عم تكون أنت كتير خلاص بدك الأمور تتغير مليت كتير من الأشياء اللي كانت موجودة بينك وبين هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في الشغل ممكن يكون في الزواج في العاطفة مبين عندي أنك رح تملك شجاعة على اختراق مثلا مشروع فكرة كانت عندك إياها وهلأ صار وقت أنه بتحس أنه خلاص صار هذا الوقت لحتى تطلع هذا الإشي من جواتك وكأنه مشروع أو مثلا له علاقة بالإبداع يعني في عندك هواية مثلا بدك تطلعها على أرض الواقع أو تكسب من وراها دخل معين عم بشوف فيه أشخاص عم يكونوا متربصين في أكتر إشي مبين أنه ممكن يكونوا أقارب أو أشخاص متقاربين مكاتبهم عند مكتبك مثلا إذا كان في الشغل وعم تمتهي هاي الأمور على خير مبين أنه فيه مصالحة فيه لأنه حكيت من قبل في الورق اللي قبل أنه فيه اعتذار من شخص معين أو مجموعة من الاعتذارات اللي عم بتكون من أشخاص زعلت معاهم أشخاص قدمين كمان شو عم نشوف بالورق عم نشوف عم تتسرع في موضوع أو في أخذ قرار عم تتسرع فيه وتكون مثلا مندفع في هذا القرار فأنا بنصحك لا تدرس هاي الأمور لأنه عجلة الحظ ما حتكون معك كتير لدرجة أنه تكون محظوظ في الأمور كلها والأمور كلها تمشي بسهولة لا هذا الشهر خاصة أول أو أول أسبوعين حيكون فيه عندك اللي هو انتظار وعم تاخد قرارات يمكن ما تكون صحيحة نتيجة عن الاندفاع أو الملل اللي عم بيكون عندك بالنسبة للأشخاص اللي عم يدرسوا عم بشوفهم كتير عم بيثابوا وزي ما حكيت أنا برج الحمل هاي الفترة ما عم تكون معها الحظ بشكل كبير لذلك يعني بنصحكم إنه كتير تديروا بالكم على موضوع الدراسة لأنه على حسب ما بتدرسوا هذا الشهر على حسب ما حتحصلوا عليه لأنه ما فيه يعني ناس بيساعدكم بهذا الموضوع أو ما فيه إنتلوا حالكم عم بتحققوا نجاح في هذا الموضوع بالنسبة للشغل كمان مبين عندي اللي هو الاستعانة بشخص ممكن يكون أكبر منك في العمل فيه واسطة في موضوع معين عم تطلب من هذا الشخص وهذا الشخص على فكرة يعني بشرته مثلا مش بيضة عم يكون حنطاوي أو أسمر شوي هذا الشخص عم تطلب منه طلب وعمل بيلك إياه لذلك عم بتحس حالك في الشغل عم بتحقق تقدم عم بشوف فيه ما فيه اللي هو تغيير مكان لا فيه فيه تغيير معين في شخصيتك أنت عم تشتغل عليه إلك فترة وهلأ عم بتحس أنه صار لوقت إذا بشكل عام الحمل من بعد انتظار طويل وملل من الأشخاص اللي حوليه أو ملل من شخص معين عم يستنى عم يستنى ما فيه شي عم يلوح بالأفق لذلك عم يتخذ قرارات كتيرة في هذا الشهر وأغلب هاي القرارات عم بتكون في صالحه عم تتعامل مع المال هاي الفترة بحذر شديد وكعينك على حافة الإفلاس بس أنا بطمنك أنه الأمور المادية رح تكون تمامي يعني ما فيه مشاكل على الوضع المادي خلال هذا الشهر بس عم بشوفك يعني بتصرف بتشتري أشياء كتير أو سيارة يمكن عم بتفكر أنك تغير سيارتك أو تشتري سيارة عم تصمد فلوس أو عم تاخد قرض ممكن هذا يكون هو الورق اللي عم بتوقع عليه اللي هو شراء سيارة أو شراء ممتلك يعني واحدة من الممتلكات اللي عم بتفكر فيها إلك فترة شهر تموز رح يكون اللي هو يوليو رح يكون يعني قرارات كبيرة عم تاخدها واللي حواليك كمان عم ياخدوا خطوات اللي يتقربوا منك عم بتكون محبوب هاي الشهر خلينا نشوف بالنسبة للعاطفة خلينا أنا خلطت الورق في بعضه خلينا نشوف العاطفة نحاول نفصل فيها أكتر برج الحمل تعب كتير وأنا شاهد على هذا الإشي يعني حتى القراءات الخاصة عم بتكون شوي فيها تعب كانت الفترة الماضية حتى الشهر الماضي لما قرأنا التوقعات كمان كان فيه طاقة اللي هي سلبية أو ما كانت إيجابية يعني مية بالمية كان فيه كتير سلبيات في الفترة الماضية ورقتين مع بعض نزله رح نحاول إن شاء الله بالأيام الجاي إن ننزل توقعات اللي هي أسبوعية أو لأسبوعين على الأقل عم بتكون أكتر تفصيلية لأن الطاقات بتختلف من وقت للتاني عم بشوف للمرتبطين أو للمتزوجين في شوية مشاكل في شوية مشاكل بتلوح بالأفق وأغلبها أنت بتكون السبب فيها يعني عم بتكون متوترة شوي هذا الشهر بتحاول إنه تتحرر من وضع معين عم تلعب المادة إشي أساسي في علاقتك العاطفية إن كان الزواج أو أنت إنسان مرتبط عم يكون الوضع تمام زي ما بنشوف هون لكن فيه زي ما قلتلك فيه قبل طلعت معاي ورقة وهي الورقة التانية كمان إنه عم بيكون فيه أوهام أو عم بيوهمك الطرف الآخر في موضوع معين أو عم يوعدك وهو جواته فيه فيه مخططات تانية فعم بشوف إنك كاشفه يعني بس فيه نوع من السعادة في الموضوع آخر الشهر بالنسبة للمرتبطين المتزوجين بالأخص عندهم مشاكل من ناحية ممكن أهلك أنت أو أهل هو ممكن تكون أخت الزوج أو الحبيب أو أخوه مثلا ممكن يكون يلعب دور كتير خلال هاي الفترة أو الفترة اللي مضطه أنت بتكون على زعل مع هذا الشخص اللي عم يتدخل في علاقتكم بس رح تنتهي على خير وبفرح وبسعادة إن شاء الله فيه وكأنه عم تجتمع مع أشخاص بتحبهم عم تكونوا مختلفين عم تكونوا مختلفين في الثقافة أو في اللغة أو يمكن حتى في الدين عم تكونوا بعاد من فترة مثلا ولتقيتوا عم تحتفلوا بهذا الموضوع فيه خير جاي لك لبرج الحمل فيه خير جاي بالطريق عم بشوفك مثلا بالليل عم تسترجع ذكريات معينة أو عم بتفكر بحبيبي يعني قديم مش قديم شوي إلو فترة لا قديم كتير يعني اللي هو ممكن يكون الحبك الأول ما عم تفكر بالرجوع لإلو ولكن بشوفك كتير بتتذكروا أو بتسمع أغاني مثلا علشان تخليك تتذكروا هاي الفترة لكن عم بشوف فيه ناس مغردين يعني فيه ناس شررين في الموضوع شخصين ممكن يكونوا واحد منهم ممكن يكون اللي هو عيون السود شعره أسود لكن أبيضاني فيه نوع من الشر داخل هذا الشخص تجاهك عم يطلع عليك من بعيد أنا طبعا عم بحكي إنه ذكر أو أنت ما عم بحدد هذا الشخص أو هدول الشخصين عم بيتطلعوا من بعيد وكأنه فيه نوع من الغيرة أو التجسس فيه مراقبة إليك كبيرة هذا الشهر يا برج الحمل فيه ناس عم يستناك على غلطة أو عم يراقبك يمكن فيه موضوع العلاقة اللي أنت فيها ممكن يكون فيه حساد فيه ناس بدهم يبعدوا من مصلحتهم إنه يبعدوا بينك وبين الحبيب فدير بالك من هذا الموضوع عم بشوف خاصة النساء خاصة النساء من برج الحمل عم بشوفهم عم تجيهم هدية ورد مثلا يعني هدية اللي هي القيمة المادية مش كتير لإلها لكن قيمة معنوية كتير كبيرة عم تجيهم هدية أو ممكن يكون خبر لكن فيه غيوم فيه يعني الوضع مش ستيبل إنه مية بالمية فيه فيه تغييرات معينة حواليك عم تسير لكن عندك الوضع عم بيكون مستقر اللي هو ما فيه قرارات كبيرة في موضوع العلاقة طبعا هذا للمرتبطين مش للمنفصلين أو المطلقين هذا عم بيكون للمرتبطين بالنسبة للشخص الأعزب عم بيكون شوي وحيد هاي الفترة وكأنه حابب إنه يكون وحيد عم كمان عم بتعامل مع برج ناري يمكن إعجاب يمكن اللي هو عم تستنى من طرفه بخطوة معينة لكن فيه 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 ورد يا جماعة فيه ورد بالموضوع فشي كتير حلو يعني بالنسبة للمرتبطين خلينا نشوف بالنسبة للمنفصلين اللي عم يستنوا الرجوع إن شاء الله كمان ورقهم يكون حلو من برج الحمل الحبايبي اللي مضوطين كانوا بالفترة الماضية اللي مضوطين كانوا بالنسبة للمنفصلين اللي مضوطين كانوا بالنسبة للمنفصلين اللي مضوطين كانوا بالنسبة للمنفصلين اللي مضوطين كانوا بالنسبة للمشاة